حزب صوت الشعب هنا هنشوف التواجد الخاص به هنتكلم مع أمين الحزب هنا في محافظة أمنوفية هيكلمنا عن مدى التوعية اللي عملوها الفترة اللي فاتت ومدى الحجد اللي عملينه خلال أول يوم وثاني يوم وثالث يوم إزاي حركة فانتك؟ أهلا وسألنا حضرتك فانتك أقول لنا الفترة اللي فاتت بقى كانت إيه بالنسبة لكم يعني في نسبة للتوعية؟ نعم من أول الانتخابات ما بدأت في عملها الجاد بدء الأمالات الانتخابية واحنا شغالين في غرف عمليات على مصال محافظة بالكامل في التسع مراكز وبنشتغل على أرض الواقع بجد مش ببنر لا احنا بننزل مع الناس في الشارع بنوعي إن النهاردة إن الكل لازم أن ينزلوا لشارك إن النهاردة ما بتدعمش شخصنا النهاردة بتبعهم دولة بتبعهم مؤسساتنا وقفين خلف البيضة السياسية بتاعتنا احنا شفنا الفترة اللي فاتت كمية الإنجازات اللي حصلت على قربة التقيه شايفين كلنا القنوات المغرضة من الخارج والكلام اللي بيتقال كتير على مصر ورئيس مصر ومجيش مصر احنا كلنا بنشتغل في وضع كويس جدا احنا شايفين النهاردة الإنجازات اللي تمت شايفين فخامة الرئيس كمية الإنجازات اللي اتطورت عاملة التقيه في كل المجالات ومشتة المجالات حزب صوت الشعب، حزب وليد، حزب شبابي بنشتغل على القضايا الأساسية، القضايا العملية، القضايا الشباب النهاردة بقت القضايا اللي بتصدرونها من الخارج قضايا كلها، قضايا كلها بتقلل من مستوى فترة الشباب بتاعنا لا احنا عايزين نشتغل على القضايا الحقيقية للشباب حطين برامج اقتصادية وتجارية وتعليمية وصحية حطين برامج في كل المجالات الموجودة وبإذن الله حزب صوت الشعب له خواعده الكبيرة في القضايا ديارة السالة اللي حادت توجيهها النهاردة للشباب والناس اللي موجودة في البيوت وبيقولوا ان كده كده الرئيس هيكسب لازم كل ينزل وينشارك بصوتك بصوتك له أثر كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد انزل شارك، ده حقك الدستوري مفيش حق يتفازل انزل وشارك جمع